يبدو أن قرار تمديد الحظر على مطارات كردستان قد يعرقل الحوار بين الجانبين إذ يرى البعض أن العلاقات بين أربيل وبغداد كانت قاب قوسين أو أدنى من الانفراجة خاصة بعد سلسلة من اللقاءات بين الحكومتين لكن تلك القرارات قد تنصف الحوار وتعيده إلى نقطة الصفرة هذا سيزيد إلى حدة التوتر بين الإقليم والمركز على الحكومة التحادية أن تعمل بما يرضي الجمهور الكردين هم عراقيين أولا وأخيرا عراقيين عليها أن تتبع وسائل أخرى نعم وسائل الضغط الاقتصادي سيولد انفجار لدى الشعب الكردي فيما يرى مراقبون أن هذا القرار إجراء طبيعي وغير مفاجئ وضمن إطار الدستور العراقي نتيجة لعدم انصياع الجانب الكردي لأوامر الحكومة المركزية تمديد الحضر على المطارات في أقليم كردستان ليس بعقوبة وإنما الحكومة العراقية تستقدم الدستور اليوم عليهم بإلغاء هذا السفتور الذي هو ضد القانون وضد الدستور يجب على الأكراد ويجب على دولة أقليم كردستان أن ترجع إلى عقلها الصواب وأنه ترجع إلى الأصل وترجع إلى حكومة المركزية وأن التمديد حقيقي أكيد يؤثر على أبناء الشعب العراقي مديرة مطار أربيل وصفت هذا القرار بالسياسي وأن الحكومة الاتحادية لم تكن جدية في تنفيذ الاتفاق الذي تم بين بغداد وأربيل بشأن المطارات مصطفى حمدي قناة الرشيد